قبل البداية ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك اخر الاخبار اليكم مشاهدين اهم عنوان اخبار اليوم زياج في رسالة مؤثرة الى والدتها عاجل اشرف حكيم يفاجئ الجميع ويتفوق على الارجنتيني اليون الميسي انشلوتي اتوق لزيارة المغرب والفوز بنصف نهاية كأس العالم للانديا والان الى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون اول واحد كتوصل بجديد اخبار زياج في رسالة مؤثرة الى والدتها حرص نجم اصد الاطلس اللاعب الدولي حكيم زياج على التعبير عن حبه الكبير لوالدته في صورة عفوية وتقاسم الدولي المغربي حكيم زياج على حسابه الرسمي على الانستغرام صورتين تجمعانه بوالدته وهما على مد طائرته الخاصة وظهرت والدة حكيم زياج في صورة وهي تقبله بكل عفوية في حين انه كان يبتسم ويبدو سعيدا لتواجده رفقة اعز انسانة على قلبه ووجهت زياج في تعليقه على الصورتين رسالة الى امه كتب فيهما امل ان تصبح كل دمعة سقطت من عينيك نهرا لك في الجنة وحضيت الصورة باعجاب الكثيرين وفي لحظات تجاوز عدد اللايكات عليها المليون وفي تعليقاتهم عبر محب زياج عن اعجابهم بعلاقته بوالدتها متمنين ان يطل الله في عمرها حتى تكون دائما بجانبها كما علق نجوم المنتخب المغربي على الصورة بالقلب ونالت اعجابهم عاجل حكيمي يفاجئ الجميع ويتفوق على النجم الارجونتيني ليون الميسية تفوق المغربي اشرف حكيمي على زميلها الارجونتيني ليون الميسية في صراعي الافضل داخل حديقة الامراء وكان باريسين جرمان فز بصعوبة على ضيف تولوز بهدفين الواحد مساء امس السبت ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدورة الفرنسية وفق لصحيفة تيكيبا الفرنسية فان اشرف حكيمي حصل على رجل المباراة وعلى اعلى تقييم بين اللاعب سان جرمان في المباراة بـ 8 على 10 ثم جاء ميسي في المرتبة الثانية بـ 7 وذهبت التقييمات الاقل في سان جرمان امام تولوز الى كارلوس سولير بـ 3 درجات ويليه حارس المرمجيان الويجي دوناروم وفابيان رويز بـ 4 درجات يذكر ان برانكو فانديم بوبين تقدم في المباراة لصالح تولوز في الدقيقة العشرين ورد سان جرمان بهدفين سجل الاول اشرف حكيمي في الدقيقة الثامنة والثلاثين قبل ان يقدم تمررة الهدف الثاني لصالح ليوني الميسي في الدقيقة الثامنة والخمسين وعزز الفريق الفرنسي صدرته لجدول ترتيب الدورة الفرنسية برصيد 54 نقطة وعقب فوزه بجائزة رجل المباراة ابدى الدولي المغربي اشرف حكيمي سعاد تهبي الاداء الذي قدمه مع فريقها وقال حكيمي في تصريح له بعد نهاية المباراة سعيد للغاية بانطلاقة الجيدة في 2023 لقد اكتسب تطاقة كبيرة بعد كأس العالم واتمنى المواصلة بنفس المستوى خبر صار للمغربي حكيم زياش بعد فشل انتقاله لسان جرمان تلقى اللاعب المغربي الدولي حكيم زياش خبرا ايجابيا بعد انتقاله الفاشر الى باريسان جرمان وتشير التقارير الواردة من بريطانيا الى ان الزياش سيكون ضمن القائمة النهائية للعبين من فريق تشيلسي الذين سيشاركون في مباراة دور ابطال اوروبا وكانت هناك تقارير سابقة كانت غير دقيقة تفيد بالغاء اسم حكيم زياش من قائمة الفريق الاوربية وظهر ان المعنية بامر الاسقاط من القائمة النهائية هو القابوني بيارب اوباميانغ الذي تم حدفه من قائمة الفريق الاوربية وتضم القائمة النهائية 25 لاعبا بينهم النجم المغربي حكيم زياش الذي شارك في مباراة فولهام يوم الجمعة الماضية وتم الاختيار بعد ان رفض زياش الانتقال الى نادي اوربي اخر وتحديدا الدورة التركية حيث رفض قبول العروض لللاعب على سبيل الاعارة هناك وذلك بعدما فشلت صفقة انتقاله الى باريسان جارمان الفرنسية هذا وغير مدرب تشيلسي جراهام بوتر رأيه بشأن لاعبه المغربية بعد ان ظهر حكيم زياش بشكل ايجابي خلال مونديا القطر 2022 كما قدم اداءا جيدا ايضا في المباريات الاخيرة انت اشترك فيها اساسيا مع فريقه تشيلسي انشيلوتي اتوق الى زيارة المغرب والفوز بنصف نهائي كأس العالم للانديا اكد المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مادريد الاسبانية جاهزية مدافع ديفيد الابا بينما اشار الى غياب تنائي ايدر ميليتا وكاريم بنزيما وقال انشيلوتي في المؤتمر الصعفي الابا يمكنه اللاعب اما ايدر ميليتا وكاريم بنزيما سيخضعان لمزيد من الفحوصات لكنهم لن يتواجد في المباراة بينما اكد ان اللاعبان سيسافران مع الفريق الى المغرب للمشاركة في كأس العالم للانديا واضف انشيلوتي يمكن لتوني كروس ولوكا مودريتش ان يرتاح لكنني ارغب في الصفر الى المغرب وانا فائز واسعى للفوز بمباراة نصف نهائي كأس العالم لذلك وجودهما مهم برشلونة يفاجئ المغرب شادرياد بقرار جديد فاجأت ادارة فارق برشلونة الاسباني المدافع المغرب شادرياد بتأهيله للمشاركة مع الفارق في مسابقة الدولة الاوروبية وحسب موقع بارسابلوغران الاسباني فان ادارة برشلونة قررت ادراج اسم شادرياد في اللائحة النهائية المشاركة في بطولة الدور الاوروبي هذا الموسم بعد اتزال المدافع الاسباني جيرارد بيكي وانتقال اللاعبين الهولندي مونفيستيباي والاسباني هكتور بيرليان في الانتقالات الشتوية الاخيرة واكد المصدر داتو ان مسؤول فارق بارشلونة قرروا منح الفرصة لبعض اللاعبين الشباب المتألقين في الفريق الرديف ومنهم المدافع المغربي من اجل كسب مزيد من التجربة في المسابقة الاوروبية وهو توجه يتماشى مع السراتيجية الرئيس خوال لابورتا والمدارب تشافي في السنوات القادمة وعرب تشافي في تصريحات صعفية سابقة عن اعجابه بمؤهلات شادرياد وقال انه اظهر امكانية كبيرة في التدارب وهو لاعب المستقبل في بارشلونة خصوصا وان سنه صغير ولا يتجوز 19 سنة وكانت ادارة بارشلونة قد اعلنت في الخامس من يوليوز الماضي رسميا تجديد عقد اللاعب المغربي شادرياد لموسمين اضافيين مع امكانية التمديد لموسم ثالث وعرب تشافي في تصريحات صعفية سابقة عن اعجابه بمؤهلات شادرياد وقال انه اظهر امكانية كبيرة في التدارب وهو لاعب المستقبل في بارشلونة خصوصا وان سنه صغير ولا يتجوز 19 سنة وكانت ادارة بارشلونة قد اعلنت في الخامس من يوليوز الماضي رسميا تجديد عقد اللاعب المغربي شادرياد لموسمين اضافيين مع امكانية التمديد لموسم ثالث قبل البداية ما تنساش لاعجاب الفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك اخر الاخبار اليكم مجاهدين اهم عنوين اخبار اليوم زياج في رسالة مؤثرة الى والدتها عاجل اشرف حكيم يفاجئ الجميع ويتفوق على الارجنتيني اليون الميسي انشلوتي اتوقل زيارة المغرب والفوز بنصف نهائي كأس العالم للاندية والان الى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون اول واحد كتوصل بجديد اخبار قبل البداية ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك اخر الاخبار